قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق انه يتابع مع الاجهزة الامنية المعنية تطورات خطف مواطن سعودي في لبنان فور علمه بالواقعة واكد المشنوق ان سلامة وامن المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين كما جميع المقيمين العرب والاجانب هي اولوية للسلطات اللبنانية مشددا على ان العبث بالامن والاسكرار في لبنان خط احمر وكان مغاردون سعوديون قد دشنوا على تويتر هاشتاغ ترحيل اللبنانيين مطلب الوطني وحصل على المركز الثاني ضمن الترندات الاكثر تداولا في المملكة